اتفاقية عسكرية هي الأهم بين حكومة الإقليم والولايات المتحدة تعطي للإقليم دورا فعالا ورئيسا داخل العراق على المستوى القريب وخارجه في قابل الأيام مصادر كردية أفصحت عن تفاصيل لم يعلن عنها عند إبرامي الاتفاقية تتضمن إنشاء خمس قواعد عسكرية أمريكية في الإقليم في محافظات دهوك والسليمانية وأربيل إضافة إلى كاركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد القاعدة الأولى جوية وستنشأ في منطقة حرير شمال أربيل وستكون قاعدة لاستخدام المقاتلات الحربية والمروحيات أما القاعدة الثانية في منطقة ألتون كوبري جنوب أربيل فهي خاصة بوحدات الأسلحة المتوسطة بينما القاعدة الثالثة في منطقة أتروش شمال الموصل فستكون خاصة بقوات المارينز والمروحيات القتالية والرابعة على جبل سنجار غرب الموصل ستكون مخصصة للمروحيات والقوات الخاصة فيما ستكون القاعدة الخامسة في منطقة حلبشة متخصصة بتدريب وإعداد قوات البيشمرقة مع بهبط للمروحيات وإقامة المستشارين العسكريين وتتضمن الاتفاقية أيضا تخصيص مبلغ 415 مليون دولار لدفعها كرواتب لقوات البيشمرقة التي تخوض حرما مع تنظيم داعش المصادر الكردية ذكرت أن الاتفاقية مدتها عشرون سنة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين وبذلك سيتحول إقليم كردستان إلى التعامل الرسمي مع الولايات المتحدة الأمريكية وستصبح قوات الإقليم قوة احتياط يتعامل معها حلف شمال الأطلسي الناتو الاتفاقية العسكرية لاقت ترحيبا واسعا في إقليم كردستان لسيما وأنها جاءت بعد أيام من صدور تهديدات صريحة من مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بضرب الإقليم على خلفية هجمات للمعارضة الكردية الإيرانية أما حكومة بغداد فلزمت الصمت إزاء تلك الاتفاقية ولم يصدر عنها أي موقف رسمي فيما هاجم نواب مقربون من نور المالكي الاتفاقية عادين إياها مخالفة للدستور وتجاهلا للحكومة المركزية وبأنها مذكرة تفاهم وتعاون عسكري وليست اتفاقية معتبرة لكن محللين يجمعون على أن الاتفاقية بروتوكولية دولية وستعطي لقوات الإقليم صفة عالمية مؤكدين أن أمريكا ستستخدم إقليم كردستان كموقع استراتيجي للرد على أي تهديد إيراني إضافة إلى رغبة واشنطن بأن يكون لها أكبر قاعدة في الشرق الأوسط موسيقى